الآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة نبدأ من وكالة بلومبرغ التي نشرت تقريرا تحت عنوان إسرائيل ستدرس وقفا آخر لإطلاق النار لاستعادة المحتجزين وبحسب بلومبرغ تفكر إسرائيل في وقف آخر قصير الأمد لإطلاق النار إذا أمكن التوصل إلى هدن لإعادة المزيد من المحتجزين الذين ما زالوا في قبضة حماس وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن تأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين لا يزال هدفا للحرب إلى جانب تدمير حماس على حد قوله وأضاف المتحدث أنه فيما توصل القوات الجوية الإسرائيلية لعب دور رئيسي في الحرب حيث ينقل الجيش تركيزه الآن على جنوبي القطاع فإن المرحلة التالية من الصراع ستتميز بالقتال القريب مع مقتل حماس نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقريرا بعنوان حماس استفادت من هجوم السابع من أكتوبر من خلال التدول المدروس أكدت الصحيفة أن أشخاص يعملون في البورسل والأسواق المالية كانوا على الأرجح على علم مسبق بالهجوم الذي شنته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر وجانوا من وراء ذلك مليارات الدولارات وذلك وفقا لبحث نشر في الولايات المتحدة ووفق البحث فإنه في الثاني من أكتوبر أي قبل خمسة أيام فقط من الهجوم كان البيع على المكشوف يمثل ما يقرب من 100% في عشرات الشركات المتداولة في بورسة الأبيب لكن البحث عاد يؤكد أن النتائج التي تم التوصل إليها أولية ولا يمكن ربط متداولين محددين بهذه المعاملات وبحسب الصحيفة فإن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في تلك المزاعم والتي تشير إلى أن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بهجوم حماس واستخدموا تلك المعلومات للتربح من الأوراق المالية الإسرائيلية مع توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوبي القطاع دقت الأمم المتحدة نقص الخطر إذا الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك صحيفة الغاردين سلطت الضوء على الموضوع بعنوان تحذيرات أممية من السيناريو الأكثر الرعبا في غزة مع استمرار توغل القوات الإسرائيلية جنوبا ونقلت الصحيفة تصريحات منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز بأن هذا التوسع في العمليات البرية الإسرائيلية قد أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح لمناطق توجه ضغطا متزايدا حيث لم كان آمن في غزة ولم يبقى مكان يمكن التوجه إليه وأوضحت الصحيفة أن المسؤولة الأممية أعربت عن مخاوفها مما ينتظر غزة في المستقبل مؤكدا أن سيناريو أكثر رعبا يلوح في الأفق بعد توقف المساعدات الإنسانية هناك يأتي ذلك فيما ذكرت الصحيفة أن الدبابات ونقلات جند مدرعة وجرفات إسرائيلية تواصل توغولها جنوبية قطاع قرب مدينة خان يونس وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء مهمته في الشمال تقريبا لمزيد من النقاش والتعليق أيضا ينضم إلينا من القاهرة عماد الدين حسين رئيس تحريري جريدة الشروق أهلا بك سيد عماد الدين سيد عماد بداية نبدأ بهذه الروايات التي باتت تنشر اليوم بشأن جواسيس ساعد حماس على التخطيط يعني الآن تايم أوف إسرائيل تتحدث عن أشخاص داخل البورسة ربما كانوا على علم بهذا سبقتها الجاردين تقول أن هناك جواسيس نسقوا مع حماس لتجهيز هجومها يوم السابع من أكتوبر ما الغاية والغرض الرئيسي من ترويج قصص كهذه الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلينا أن نكون حذرين بشدة بشأن هذه التقاريرات تنشرها الصحافة والإعلام الإسرائيلي وتكون مسربة بأظن لتحقيق هدف مختلفة في بداية عملية التوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي نتذكر أن عددا كبير من الصحفة الإسرائيلية تقول أن العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل وخصوصا في منطقة غلاف غزة هم الذين نقلوا المعلومات المحددة للمقاومة الفلسطينية لتنفيذ عملياتها مستدلية أنه ما كانوا يمكن للمقاومة أن تنفذ ذلك بهذه الدقة والحرفية إلا بمعلومات مؤكدة من الداخل وبالتالي تظل كل هذه الأمور مجرد السنتاجات حتى على سبيل المثال يمكن استخدامها لاحقا لمنع الفلسطين من العمل في حالة طبعا إذا عادت الأمور لما كانت عليه منع الدخول للعمال الفلسطين تماما في ظل الحصار المفروض على غزة منذ السابع من أكتوبر أيضا فكرة البورصة والتلعب في البورصة والاستفادة من ما قبل 7 أكتوبر يعني الرواية نفسها تؤكد المصادر الأمريكية أنها رواية أولية ولا يمكن أن يستدل بها والدليل على ذلك أن البورصة الإسرائيلية شأنها شأن البورصات المختلفة شهدت عمليات بيع واسعة النطاق وإحجام واسعة النطاق في فترات كثيرة قبل هذا الهدوث فهل يمكن في كل مرة أن تهبط البورصة أو تصعب أن نتهم أو نقول أن هناك علم مسبق ثانيا هذه النقطة الرد البسيط والسهل على مثل هذه الأخبار إذا كانت هناك تقارير شبه مؤكدة أن قادة حماس في الخارج لم يعلموا بموعد العملية أو بالعملية تحديدا الموعد الدقيق بالعملية خوفا من تسربه فهل يمكن أن يعرف بعض المستثمرين في بورصة تل أبيب هذا كلام يعني هناك التقارير الكثير بحسب البعض سيد عماد هناك طرح يفيد بأنه ربما هو واحد لتخفيف من حجم مدى الإخفاق الاستخباراتي والأمني نعم بطبيعة الحال إسرائيل تلقت ضربة مدوية وستسعى بكل الطرق إلى محاولة المدارات ومعالجة هذه الأمر بأخبار ملفقة بأخبار صحيحة بأخبار نص ونص يعني هذا أمر طبيعي المدية الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي ولكن كذا المدية الإسرائيلية كانت بارعة إلى حد كبير في هذا الأمر لكن ربما يكون من مزايا الإعلام الجديد ومزايا تسليط الضوء الكبير على غزة والمجزرة اليومية التي تجري هناك أن جزء كبير من هذه البروباجندة الإسرائيلية قد افتضح وبدأ كثير من الغربين أنفسهم يدركونها وحتى بعض الإسرائيليين يعني إسرائيل ما زالت تصر حتى الآن على أن هناك عمليات اختصاب وسعة النطاق لأسيرات الإسرائيليات أو المستوطنات الإسرائيليات هناك أمر أقرب إلى الكوميديا السوداء تقول إسرائيل أن الأسيرات والأسرى الإسرائيليين خرجوا مبتسمين من عند حماس لأنه تم تغديرهم قبل إطلاق سراحه هذه أمور يعني أقرب إلى الكوميديا منها إلى المناقشة الجادة تفضل بالبقاء معنا سيد عماد الدين ونذهب لصحيفة واشنطن بوست حيث نشرت مقالا بعنوان نتنياهو يخوض في إسرائيل حربين وقد لا يفوز بأي منهما قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يقاتل من أجل مسيرته السياسية حيث يواجه إجراءات المحاكمة بتهمة الفساد في حين يغرق في نفس الوقت في تعقيدات الحرب على قطاع غزة ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء يشككون في قدرة نتنياهو على البقاء في منصبه بعد الحرب حيث تفتقر إسرائيل إلى الوضوح بشأن أهدافها بعد الحرب وهو ما يزيد من التحديات التي تواجهها للتوصل إلى حل للصراع وبحسب الصحيفة تسود توقعات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بشأن المسئولية عن الفشل في مواجهة أحداث السابع من أكتوبر ستطيح بحكومة نتنياهو التي تتولى السلطة منذ نحو عام وتقود إلى إجراء انتخابات مبكرة إلى صحيفة يدعوت أحرنت حيث نشرت تقريرا بعنوان الليكود بزعامة نتنياهو يشهد حالة تمرد وانشقاق على خيفية تعديل ميزانية إسرائيل بسبب الحرب وأفدت الصحيفة بأن وضع الليكود دفع أحد أعضائه في الكنسة إلى تفكير بالانشقاق عن الحزب وإجراء اتصالات حول انتقاله إلى صفوف حزب المعسكر الوطني والذي يرأسه بني جانس وبحسب الصحيفة يشهد الليكود حالة تمرد على خلفية تعديل ميزانية الدولة بسبب الحرب حيث تبين أن مشروع الميزانية المعدل يشمل تحويل مليارات الشواكل إلى الأحزاب الاستيطانية وأكدت الصحيفة أن أعضاء الكنسة في الليكود يعتقدون أنه ينبغي التوجه إلى انتخابات عامة بعد الحرب ويجرون حول ذلك محادثات بينهم حول توقيتي وشكل طرحي مطلب كهذا ينبو إلينا مجددا عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق هذا المأزق الذي بات فيه نتنياهو برأيك كيف ستكون استراتيجياته للمحاولة للخروج منه بطبيعة الحال هذا موضوع كسر عنه الحديث في الصحافة الإسرائيلية والغربية وبعض الصحافة العربية والاعتقاد الواسع النطاق أن نتنياهو أحد أسباب تفسير السبب الرئيسي لإستمرار هذا الهجوم الوحشي على غزة أنه يدرك أنه في اليوم التالي سيكون خارج السلطة وسيدفع السمن غاليا بسبب الإخفاق الأمني وواسع النطاق وطبعا بسبب قضية قانون التعديلات القضية الذي يقول البعض أنه هو الذي مهد الأمر انقسام إسرائيل وبالتالي سهل وقوع عملية طوفان الأخصى أيضا هناك مشكلة الميزانية لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة خصوصا قوة يهودية أو إتمر بن غفير وبالسئيل سموتوريتش من يتابع الصحافة الإسرائيلية بدقة يكتشف أن هناك تهديد واضح قالوا له أنه لو جرى تخفيض للميزانية بسبب الحرب إسرائيل كما نعلم تعاني من عجز رهيب جدا بسبب ميزانية الحرب قيل له إذا تم تقليص بيزانية الأحزاب الدينية والمستوطنين فسوف نخرج فورا وبالتالي أنهار الإتلاف فاضطر إلى الحفاظ على هذه المخصصات لحد كبير وبالتالي زادت نقمة الأحزاب المدنية أو الأحزاب العلمانية على نتنيا هو يفعل كل شيء من أجل أن يحاول ربما تحدث محجزة تنقذه من مصيره المحتوم أو يطيل الأمر لأقصى وقت ممكن وبالتالي قد يحصل على انتصار جوهري يقول لإسرائيلين أنني عودت به الإخفاغ الكبير الذي وقع في 7 أكتوبر طبعا هذا ما يقوله الإسرائيل لكن علينا نحن العرب ألا نشغل كثيرا بمصير نتنياهو لأنه في نفس الوقت هو يدمر غزة ويحيلها إلى مدينة خرائب ليست صالحة للحياة للأسف الشديد لا يفرق معنا أن مصير الذي سينتهي إليه نتنياهو بقي لأنه للأسف الشديد الأساس في إسرائيل ليست المشكلة نتنياهو نتنياهو يعتبر معتدلا مقارنة بمتطرفين في حزبه المشكلة في العقلية السياسية الإسرائيلية التي ترى في الفلسطينية أنهم حيوانات بشرية وترى أن العربي الجيد هو العربي الميد وبالتالي علينا أن نركز على جوهر القضية وليست على فروعها رغم الأهمية الأكيد الموجودة للزعماء والقادة في التأثير في قرارات ومصير لكن هنا نفهم منك أنه في كلتا الحالتين هذه الحكومة ذاهبة نحو الانهيار سواء أرضى استمر في إرضاء المتطرفين من ائتلافه أو حتى استمرت هذه الخلافات مع بقي الأحزاب نعم لأن هناك من أيضا هناك تقارير كثيرة جدا استطلعت رأي أخيرها قبل يومين قرأته في أحدى الصحف الإسرائيلية أنه إذا جريت الانتخابات الآن فإن الاتلاف الحالي شاملا للليكود وقوة يهودية والأحزاب المتطرفة الصهيونية لن يحصل على أكثر من 40% في حين أنه في المرة الماضية حصل على حوالي 52-53% وبالتالي سيكون موجودا في المعارضة وكل أحزابه منفردة سوف تفقد أصوات كثيرة جدا وبعضها حتى لن يمر من العتبة الانتخابية التي تخوله دخول الكنيسة الإسرائيلية في حين أن الأحزاب العلمانية أو أحزاب يسار الوسط مرشحة أن تحصل على الأغلبية إذا استمرت الظروف كما هي الآن سيد عماد الدين حسين رئيس التحرير جريدة الشرق كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك